اشتركوا في القناة من الجامعة العربية لعلوم الإعلام بمصر أيضا عضو الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية عضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب عضو المركز الإفريقي بخوص الإعلام عضو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وطبعا كاتب أكيد مقالات عضويات كثيرة مؤهلات كثيرة يعني أساس صالح يمكن عشان بس نستغل الوقت أكتر حكينا بعض يمكن من هذه المؤهلات أول شيء بدنا نقول لك ألف ألف مبروك على جائزة أنيل للإعلام عام 2016 عن مقال في غاية الأهمية اللي هي المخدرات كارثة على الأب واب وفزت فيها طبعا كان فيه تقديم كتير كبير لعديد من الدول وأيضا عديد من المقالات صحيح قبل ما ندخل بموضوع الجائزة خلينا نعرف أكتر عن الكاتب والصحفي الأستاذ صالح الطروني يا سيد العزيز بالبداية أنا أقدم خالص الشكر والتقدير لإدارة التلفزيون الأردن وإلكي شخصيا وإلكي واجبنا وإلكي كامل الطاقم العامل في هذا الصباح على استضافتكم في هذا اليوم الجميل أيضا من أيام عمان الجميلة التي نعتز فيها وننتمي إليها بكل تفاصيل الانتماء يا سيد العزيز أنا لربما أبحث عن إنجاز يعزز مكانة الإنجازات التي تتوالى في هذا الوطن فإذا كان إنجازي بالإعلام وبالمحصل النهائي سيكون إنجاز لكل هذا البلد فأنا فعليا أردت أن أقدم شيء لهذا الوطن الذي قدم لنا الكثير وأنا الأول أن أعطي جزء مما قدم لنا فلذلك أنا شاركت في هذه المسابقة إذا أردت أن أتحدث في هذا الأمر يعني هي مسابقة على مستوى الوطن العربي ينظمها اتحاد الإعلامي الأثاري وهي جائزة تنين للإعلام هذه الجائزة السادة لها صدى واسع في قضية الإعلام وفي مفهومة كجائزة أن تصل إلى المجتمع العربي بكافة القضايا هي لها عدة أبواب باب الحوار الصحفي باب الاستقصاء الصحفي باب الفيديو الصحفي أنا ذهبت إلى باب المقالة وهو تخصصي كوني كاتم مقالة في موقع سراع الإخبار اللي حقيقة أعتز وأتشرف أني أحد كتاب هذا الموقع ومن خلال هذا الإطلال البسيطي أقدم خلاص شخر للأخ العزيز السادة هاشمال خالدي اللي أتاح لنا الفرصة لأنه أقدم منتجنا الفكري عبر هذا الموقع طب أستاذ صالح هي هذه الجائزة السنوية نعم هي الجائزة بالنبطية لعام 2016 تقدم سنويا عبر اتحاد الأمين الفارق ولأنه أتشرف أيضا أني أحد عضاء هذا الاتحاد وأنا أتقدم زي ما قلت لك عن الجائزة عن المسابقة في باب المقالة كوني متخصص وأردت أن أعالج من خلال هذا المقالة بصراحة جزء من الهم اللي يعيش في هذا الوطن والمجتمع العربي بشكل عام كقضية بحجم المخدرات وآثارها على المجتمع كيف ممكن نعالجها لقضية كيف ممكن نضع توصيات تساعد في بناء منظومة هذا الأمر كم من دولة تشارك بهذه الجائزة؟ وعدد المقالات كبير جدا لقدم نعم وصل إلى 768 عمل صحفي يقدم إلى هذا الأمر وما يزيد عن 15 دولة عربية من كافة الدول الأفريقية وجزء من الدول الآسيوية شاركت في هذا الأمر بفضل لأن الأردن حققت الفوز في باب المقالة فلذلك كانت المنافسة الشجيدة جدا المقال خضى لعدة معايير بالتقييم والتمحيص حتى استطاع أن نصل إلى المركز الأول ماذا يأخذ بعين الاعتبار لما يقيموا أي مقال مقدم وبيمنع جائزة دون عن المقالات الأخرى؟ أنا أردت أن أذهب إلى مقال الاستقصائي المقال الاستقصائي له خصوصية في البحر خصوصية في أن تتداول المعلوم بشكل دقيق خصوصية أن توصل أيضا توصياتك بشكل دقيق حتى تخدم رسالة المقال المعنون في هذا الأمر فأنا لما ذهبت إلى المقالة كنت مدرك تماما أنه يجب أن نبلور عملنا كإعلاميين إلى واقع ملموس يجب أن نكون مجرد نكتب مقال ويمضي عليها الزمن وتمضيها بدون أي مردود آخر فلذلك ذهبت إلى هذا الجانب وأنا مدرك تماما أنه وأمل من كل القائمين في المؤسسات الإعلامية أن يأخذوا بمجمل التوصيات التي خرجت في هذا المقال حتى نجسد حقيقة مفاهيم مسبس مجرد انتصار في هذا المقال مجرد نوصل الرسالة الحقيقية للتوصيات التي طرحناها في هذا المقال يمكن أستاذ صالح صعوبة المقالات الاستقصائية تكمن بالمعلومة يعني يمكن الكثير من الصحفيين اللي بيقوموا بالمقالات الاستقصائية والتقارير الاستقصائية يعني أنا أعشق هذه التقارير لأنها فعلا بتعطينا إحصائيات وتعطينا معلومة ولكن صعوبتها يمكن بالكشف عن المعلومة فعالية عملك على المقال الاستقصائي كيف كانت؟ الصحيح السابق أنا بصراحة عندما أردت أن أذهب إلى هذا البعد اللي هو بعد قضايا وطنية أنا فعليا وبطبيعة أنا أصلا كاتب أميل إلى القضايا المحلية معالجة القضايا المحلية لأنه مؤمن تماما أنه إذا أردت أن تنجح عليك أن تصلت تضوء إلى قضايا وطنك قضايا مجتمعك حتى تضح على الخارطة الواقع حتى يمكن معالجتها المقال الاستقصائي فعلا يحتاج نوع من الجهد في أنك تبلور عملك الصحفي إلى أرقام أنا أستند لمجموعة المعلومات اللي داي من خلال منظمة التابعة للأمم المتحدة تقدم أرقام حقيقية تصوروا سابقا أنه بالعالم لدينا 250 مليون مدمن مخدرات ما يشكل 5% من المجموعة العام للسكان تصوروا في مصر عندنا 9 ملايين مدمن مخدرات الدول العربية أيضا من دولة إلى دولة إذا سمحتي لي بس أستعرض لك مجموعة من الأنقام اللي أنا ذهلت عندما دخلت في تفاصيلها ودخلت في وحدة لدينا نحب تشاركنا فيها نعم يعني مثلا السعودية النسبة عندهم 0.7 بالعشرة 200 ألف مدمن الجزائر سلطنة عمان 20% عندهم 5100 مدمن أنا بدأت توقف عند نسبة الأردن وأنا من خلال هذه اللقاء البسيط للأسف الشديد كل الأرقام اللي أنا توفرت عليه أنه كان فينا نسبي فقط من 2 إلى 3 بالمئة الأردن يعاني من قضية الإنمان على المخدرات لكن لا يوجد لدينا أي رقم إحصائي بالعدد وهذا أعتقد يحتاج نوع من عادة مفاهيم القضية والتركيز والتصيط عليها من جديد حتى نكون صريحين مع واقع أن هذه القضية أصبحت جزء وأصبحت تهدد جامعاتنا تهدد مؤسساتنا تهدد كثير من أطراف المجتمع الأردني فلأولي أن نضع الأرقام حقيقية أنا استندت لأرقام للأسف الشديد حتى المنظمة تقول أن الأردن ليست لدي أي تقارير رسمية في هذا الجانب أعني أرقام إحصائية بالعدد طيب شو السبب أستاذ صالح أنا من وجهة نظري ككاتب وكباحث أعتقد أنه لازم نخشى أن نبوح بأسرار ثقافة العيب ثقافة العيب لا زالت موجودة حتى في قضية تمس أمن البلد يعني أصوري أنه لما تصل المخدرات إلى الكادر التعليمي هي أصابت أي مجتمع أردت أن ترى متطور متقدم اذهب إلى ناحية التعليمية صحيح عندما نخفي هذه القضايا وعندما الإبنية وأنا مدرك تماماً أنه في كثير من الأسر خشة أن لا يقال عنها أنها مسيئة في نظام التكاتف الاجتماعي ما تتمنع إبنها أن يظهر في هذا الصورة وهذا يعطينا مدلول سلبي أنه يجب أن نتوقف أمام كثير من الأمور أنا وضعت مجموعة من التصويات الأستاذ التوصيات هذه تساعد في بناء منظومة المتابعة في هذا الأمر خلينا ننظر للمساجد أعتقد المساجد يجب أن يكون لها دور في الوعي يعني الإسلام أصبح الحرال والحرام واضح في كل قضايا لكن قضية بهذا الأمر يجب أن يجير الباب المنبر يجب أن يكون لدينا مراكز بحوث يجب أن يكون لدينا متخصصين في هذا الجانب متخصصين في التوعي يقدم منجز يروح على المؤسسة التعليمية على الجامعات على الكليات على المدارس يعني تصورت جز عشنا قبل فترة أو قبل شهر تقريباً أنه وصل ابن يقتل أمه في طريقة بشعة أصابت المجتمع الأردني بمرحلة يعني أثارت كل شجون على مستوى فلذلك يعني فيه جهود كتير كبيرة اللي الأمن العام أكيد بهذا الموضوع بيحذره كتير ولكن يمكن زي ما تفضلت أستاذ صالح التوعية لها دور كتير كبير أكبر من مواضيع الأخرى ومعالجة يمكن الأمور النفسية والسيكولوجية اللي ممكن عم بيمر فيها المدمن اللي هو مرات كتير يمكن صعب صعب كتير أنه يبطل عن إدمانه يعني منشوف كتير أمور لدخل بالدراما وتفاصيل اللي بيعرضوها علينا كلام صحيح هذا كمان لازم يمكن يتخذ بعين الاعتبار المخدرات كارثة على الأبواب مقالك أستاذ صالح شو بحثت من خلاله يعني أعطينا المجتمع الأردني المشكلة اللي عم بيعاني بشكل عام كيف آلية بحثك لهذا الموضوع لا تخرج بالتوصيات يا سيد العزيزي أنا عندما صلتت الضوء على قضية بهذا الحجم وتحديدا عن قضية المخدرات كنت مدرك تماما أنه نحن بأمس الحاجة أن نصلت الضوء على هذا الجانب خاصة أنه الآن يعني زي ما قلت لك أنه وصلت المرحلة للمدارس والجامعات فحتى نصلت الضوء عليها أنا أردت أني أبحث جزئية بسيطة من هذا الأمر من خلال أركز على جزئية أنه نوع المخدرات الآن بالأردن تحديدا هم يتعاطوا نوع الجوكر الجوكر والأسفة الشديد حتى مكونه هو في قمة الخطو ورخيص ويتناول بطريقة سيغارة وفي مواقع الأسفة الشديد تباع في مختلف المواقع فتحديدا هذا الجانب الساري أنه حتى منتجنا بالمخدرات يختلف عن منتج الدول الأخرى فلذلك أردنا أنه صلت الضوء على أنه سهل يصنعوا وسهل أن يتداولوا بين الطلبة فلذلك صلتنا عليه الضوء من هذا الجانب تحديدا أهم شيء أستاذ صالح أخذت بعين الاعتبار بموضوع المقال زي ما تفضلتوا انترجال الدين الهم دور يمكن المدارس الهم دور تقافة العيب والبوح بالمشكلة الموجودة يمكن عند بعض الأسر برضو إلى هذا دور بالموضوع ولكن كيف نقدر نربط كل هذه المنظومة حتى تكون منظومة متكاملة فعلا نقدر أنه نخفف من خلالها موضوع المخدرات اللي هو آفة أكيد على شبابنا أكيد أنا أقول أستاذي أن الأسرة الأسرة عليها أن تراقل مخرجات الأبناء إذا فعليا صلتنا الضوء الحقيقي علينا أن نتابع ابناء في الجامعات أن نتابع ابناء في الكليات في المدارس المخرج التعليم إذا ما كان الأب عليه رقابة سيكون هناك مداخل أخرى نحن في عصر الفضاء عصر السوشي ميديا صارت كل التقنية موجودة ومتاح للطفل أن يدخل كل المواقع ويتعرف على مجمل طرق قد تكون غير موجودة بالمجتمع لكنه ممكن يستحدثها فلذلك أنا مع أن يكون هناك رقابة على مخرجات أبنانا هذا جزء أساسي من مبدأ الإصلاح في قضية بهذا الحجم وفي قضايا متعددة أيضا يعني علينا أن نصلط على مخرج أبنانا بالمدرسة في حاسوب في هاتفه حتى علينا أن نراقب هذا المخرج لأنه بالمحصل النهاي وشكل خطوري إذا ما كان فيه عليه رقابة حقيقية هيك وجهة نظر حدث الكاتب يعني نحن بدنا نستغل وجودك أستاذ صالح ونحكي عن أيضا لندك إصدار إن شاء الله رح يكون بال2017 وهو كتاب يتعلق بالصحافة الإلكترونية طريق المستقبل وبعنوان الصحافة الإلكترونية طريق المستقبل هل تبعت قادك فعلا هي صحافة الإلكترونية نعم أنا صحيح من خلال دراستي إلى دبلوم الصحافة الإلكترونية في مصر حقيقة استفدت من خلال الأساتد اللي علمون هذا المنهاج وجمعت كل خلاصة هذا الدبلوم اللي أخدته أردت أن أجمعه فيه مصنف بحيث أن يكون تعرف إحنا الآن فيه عصر الرقمي عصر الرقمي باختصار يجب أن يكون الصحفي الإلكتروني مؤهل فأنا أعرضت من خلال هذا المنتج وأنا بفضل الله سيكون المنتج الأول في الصحافة الإلكترونية سيكون أمامك مادة تستطيع من خلال أن تتقف نفسك كيف أن تصبح صحفي إلكتروني قادر أن تصنع خبر حقيقي قادر أن تتابع خبر بمنتهى الدقة والمضوع قادر أن تستفيد من المواقع المتاحة لك سواء اليوتيوب أو كل المواقع الموجودة فلذلك أنا صلت الضوء في هذا المصنف إن شاء الله وسيكون في عام 2017 بالسوق بإذن الله كما اتفقنا مع دارنا شاء الله وقعت العقد محهم وانتهت الأمور آمل تماما أن يحقق الرسالة من خلال هذا الموضوع أتمنى أيضا أن يقدم منتج حقيقي للصحف الإلكتروني ونحن نعلم أن كل الأردن مواقع الإلكتروني وكلها صحفيين الإلكتروني فبالتالي وسعيت من خلال خلاصة في هذا الموضوع أن تكون هناك مضلة تجمع حول الإلكتروني مضلة على الأقل تقدير تساعدهم في بناء منظومتهم الفكرية في منظومة عملهم تدافع عن حقوقهم الأحيانة تجد أن الصحف الإلكتروني يتوقف أمام كثير من معضلات ليس لها حلول صحيح يعني أساس صالح خبرتك بالصحافة بشكل عام والصحافة الإلكترونية بشكل خاص يعني تخليني أسألك سؤال يمكن أصحفيين الإلكترونيين مظلومين بين أنه زي ما قلت يمكن ما في حقوق لأصحافة الإلكترونية وبين أنه كثير من الأشخاص بيتهموهم أنه كمان ممكن أنه يكون فيه معلومات وأخبار مغلوطة ممكن أنه عم بيسير الفتن في بعض الأحيان صحيح كل التفاصيل أكيد اللي بتسمع فيها كيف ممكن أنه فعلا بيضل المظلة اللي إلها دخل بأصحافة الإلكترونية توعية الصحفيين الإلكترونيين والمواطن أصبح كمان صحفي هلأ يعني بيقدر أنه ينشر أي شي نعم شو بتحكي لهم يمكن ومن خلال يمكن أيضا إصدارك للصحافة الإلكترونية اللي لازم نستفيد من ميزاتها ونلغي بعض من سلبياتها نعم ولا شك أنه أستاذي أنه أيضا ليس كل ما هو موجود إيجابي وأنا مدرك تماما أنه هناك صحافة صحافة تبحث عن الإثارة دون أن يكون الخبر فيه مصداقية معينة لذلك عندما نطرح هذا المنتج هو نهدف بالدرجة الأولى أستاذي أن يكون لدينا صحفيين مهنيين هو الصحفي يكون الصحفي مهني فيها في إداءة الخبر في توصيل الخبر في صدقيته بالخبر سيكون الخبر مبتور لذلك أنا مؤمن تمانون أنه عندما تجمعنا مضلة مضلة زي نقابة أنا في صديقي لي في مصر أقام نقابة الصحفيين الإلكترونيين فأنا أعتقد أنه يجب علينا أن ننطلص من هذا المو على الدولة أن تساعد في بناء هذه المنظومة حتى الدولة تستطيع أن تضبط الأمور تسير المسار بشكل صحيح عندما لا تكون هناك مضلة سيكون الخبر متاح لأي صحفي أن يكتب ما يشاء لكن لما تكون مضلة أستاذي بالمحصل النهيي سنخدم مسيرة الإعلام بهذا الوطن له حقوق وعليه واجبات أن يلتزم بيه فبالتالي سوف يقدم الرسالة على أكبر صورها وسيكون مسؤول عن الخبر الذي يقدمه عبر هذا الموقع فلذلك أنا أؤكدها من هذا المنبر الجميل وأطالب مجلس الأمة أن يسارع في لم شمل الصحفي الأكترون تحت مضلة واحدة صحيح نحن في عصر التطور بالضبط ويجب أن تكون قوانيننا أيضا متطورة ممكن أنها تخدم فعلا التطور لعام من نعيش فيه أستاذ صالح ما جديدك هل بعد جائزة النيل للإعلام اللي حصلت عليها لعام 2016 هناك جديد للأستاذ صالح والله أستاذ العزيزي أنا بصراحة الآن أنهيت كتابة روايتي هي أشياء صغيرة الرواية تحت عنوان أشياء صغيرة رواية أدبية نعم رواية أدبية يعني حضرتك كما تكتب الأدب نعم أنا أكتب الأدب أيضا وإلى قراءة الشعر تحديدا وأحترم حتى الشعر لأنه له مدلون إنساني في نفسية الشخص وأيضا يعطيك انطباع إذا خلت النفس من العامل الإنساني لن يكون لها قيمة في هذا الحياة فلذلك إن شاء الله منتجي اللي أتمنى أن يكون في قريب الأيام في موجود في الساحة الأدبية وأن يمثل جزء من المنتج الأدبي وأن يرتقي لمفهوم المبدعين الذين سبقون في هذا الانتاج بما تتحدث في أشياء صغيرة؟ والله جمعت كثير من الهم الإنساني ومن رحلة هذا العمر اللي قضيناها في هذا الوطن الجميل وأحيانا في جزئيات من الحياة يجب أن تصوغها في منتج حتى تبقى محفوظة لذاكرة الأجيال القادمة لأبنائك أحيانا صحيح يعني إحنا بدنا نشكرك جزيل الشكر أستاذ صالح الطراونة وحضرتك طبعا نعيد ونكرر كاتب وصحفي وبحث وأيضا حصلت مؤخرا كأول أردني على جائزة أنيل للإعلام لعام 2016 نشكر وجودك معنا جزيل الشكر فقط كلمة واحدة أقدم هذا الانجاز لسيدي صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني وهو راعي الإبداع في هذا الوطن ولكل منظومة الإعلام في هذا الوطن وأهديها إلى زوجتي تحديدا لأنها حقيقة من خلال هذا الصباح يعني كلما كتبت أمر كلما استشرت في هذا الأمر فكانت هي الدليل المعنوي في أن هذا المقال جميل أو لا فمن خلال كؤهدي هذا الانجاز ولمنظومة التلفزيون الأردني ولكافة العاملين في هذا الصباح الجميل نحن بدنا نشكرك أستاذ صالح على كل شيء وأيضا على أخلاقك طيبة وهذا هو التعاون اللي نطمح له بين الرجل والمرأة الزوج والزوجة اللي دائما بيمشوا متوازين بهاي الحياة وكل واحد بشد أزر الآخر الله يخليكم لبعض وبالتوفيق شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومشاهدنا خلينا نروح لفاصل قصير وبعدها رح نكون مع خصائية التغذية للاجيار الديسي شكرا جزيلا شكرا جزيلا